السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنكمل مع بعض كرس تأسيس الولاد قبل ما تدخل تالتة ابتداء خدنا الجزء الاول بالكامل هتلاقيه بيظهر فوق دلوقتي بعد كده خدنا الجزء التاني برضو فيه شوية مواضيع مهمة هتلاقيها بتظهر فوق دلوقتي وشوية كمان وخدنا الجزء التالت يعتبر من اهم الاجزاء هتلاقيه بيظهر فوق دلوقتي النهاردة ان شاء الله بناخد الجزء الرابع بالمواضيع اللي فيه اول موضوع هنتكلم فيه الاعداد الزوجية والفردية يعني ايه يا ميز زوجية؟ يعني اقدر اقسمها اتننات زي مثلا صلاة الفجر راكعتين صلاة الظهر بيبقوا اتنين في الاول وبعد كده نص التشهد وبعدها اتنين في الاخر وبعدين التشهد كله زي مثلا رقم ستة عندك ستة بمبوني بتعمل ايه؟ اتنين واتنين واتنين اه كده اتزبطت اتننات مع بعضها يبقى العدد ستة ده اسمه زوجي اماليا ميز يعني ايه فردي؟ يعني بعد ما بتقسم اتننات بيبقى فيه مجموعة فيها وحدة لوحدها زي مثلا صلاة المغرب ثلاث راكعات اتنين مع بعض ونص التشهد وبعدين راكعة وحدة لوحدها ده كده اسمه عدد فردي زي رقم خمسة اتنين واثنين ووحدة لوحدها بتبقى الزياد عليهم قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تتطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس فانا لما اجي اقول لك عدي ثم اكتب العدد زوجيا او فرديا ثم اضع صح اذا كان الباقي واحد اللي هو الزيادة يعني كما بالمثال انا اديتك هنا شوية حلويات وبسألك ما العدد قلتلي والله هعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب هل العدد ده زوجي ام فردي فانا جيت عملتلك دول كده في مجموعة ودول كده في مجموعة ودول كده في مجموعة والمجموعة بيبقى فيها اتنين اتبقى واحدة زيادة طالما فيه حاجة زيادة يبقى العدد ده اسمه فردي وطالما فردي هعمل صح لو زوجي مش هعمل تاني اديتك شوية كور وقلتلك عدهم ليه فانت هتبتدي تعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى العدد كام عشرة طب هل هو زوجي ولا فردي اعملهم مجموعة الاول ادي كده مجموعة التانية التالتة الرابعة الخمسة كده خمسة مقفولين وكملين يبقى العدد ده زوجي مش هعمل عليه علامة صح وقال ليعمل صح لما يكون فيه حاجة زيادة طيب تاني اديتك كياس الشيبسي وقلتلك عدهم ليه فانت عدتهم لقيتهم ستة قسمتهم مجموعات ادي كده مجموعة وكده مجموعة وكده مجموعة كده المجموعات خلصت وما فيش ولا واحدة زيادة يبقى العدد ده اسمه ايه؟ زوجي وده معناه حبيبي ان الاعداد الزوجية زوجي يعني تقدر تطلع الرقم ده على اديك الاتنين بس الصوابع تبقى قد بعضها بتبتدي صفر اتنين اربعة ستة تمانية وهكذا كل مرة بتزيد اتنين والاعداد الفردية واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة وهكذا طيب نيسو احنا لو عندنا اعداد كبيرة هنعرف منين اذا كانت زوجية ولا فردية زي الارقام دي كده بالضبط بص حبيبي انا لما جيت قلت لك الاعداد الزوجية وقفت لحد التمانية فانت مطلوب منك تبص على رقم الاحاد لو كان صفر اتنين اربعة ستة تمانية يبقى العدد كله زوجي لو كان الاحاد واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة يبقى العدد كله فردي طيب هنا اول عدد عندي الاحد بتاعته اتنين والاتنين زوجية يبقى العدد كله على بعضه زوجي هنا الاحد تمانية والتمانية زوجية يبقى العدد كله زوجي هنا الاحد تلاتة والتلاتة فردي يبقى العدد كله فردي هنا التسعة فردية يبقى العدد كله فردي هنا الصفر زوجي فالعدد كله هيبقى زوجي وهنا الاحد واحد يعني فردي فالعدد كله فردي تاني بيقولك ضع علامة صح فوق الإجابة الصحيحة في كل سؤال أول سؤال بيقولك أي العددين زوجي الستة ولا الواحد زوجي يعني تقدر تطلع الرقم ده على أديك الاتنين بس الصوابع تبقى قد بعضها يعني الستة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة آه والله يبقى الستة زوجية لكن لما يجي يقولي أي العددين فردي فردي يعني ما ينفعش تقسمهم على أديك الاتنين مين التلاتة طيب أي العددين زوجي السبع ولا الاربعة آه زوجي يعني تقدر تقسمهم على أديك الاتنين هنا اتنين وهنا اتنين يبقى اربعة لكن السبع ما ينفعش تقسم بحق الله على أديك الاتنين لازم هتبقى ايد مثلا ثلاثة وإيد اربعة كده مش هينفع طيب أي العددين فردي يعني ما تقدرش تقسمهم بحق الله التسعة بس كده فهمت حبيبي طيب كده خلصنا الاعداد الزوجية والفردية ندخل بعد كده على مضاعفات الاعداد يعني ايه مضاعفات الاعداد يا ميس يعني لو جاب لك عدد وجمع عليه نفس العدد كده يبقى دول مضاعفات بعد زي ما اتفقنا اتنين واثنين اربع يا ميس حلو طب خمسة وخمسة عشرة يا ميس طب ثانية واحدة كده شايف اللي اتنين دي عدد زوجي واللي اتنين التانية عدد زوجي لما طلع الناتج طلع عدد ايه عدد زوجي برضو طيب تعالى للخمسة الخمسة عدد ايه فاردي والخمسة التانية فاردي ادتك عشرة والعشرة عدد زوجي ده معنى ايه معنى ان كل مضاعفات الاعداد تكون زوجية يعني لو جبت اي عدد سواء زوجي او فاردي وجمعت عليه نفس العدد الناتج لازم يطلع زوجي ومن هنا بنطلع شوية قواعد زوجي وزوجي ديك عدد ايه زوجي وفاردي ديك عدد ايه فاردي وفاردي ديك عدد ايه فاحنا مش هنعم نحفظها احنا هنخمن هنجيب رقم من دماغنا يعني لو قالك زوجي بتشيل كلمة زوجي وتحط رقم زوجي مثلا اتنين وتشيل الزوجي التاني وتحط مثلا اتنين برضو او حتى ممكن تغيرها طب اربعة اي رقم زوجي اتنين واثنين اربعة واللا اربعة طلعت زوجية يبقى الناتج هيطلع عدد زوجي تاني زوجي وفاردي هتشيل كلمة زوجي وتحط اي رقم زوجي مثلا اتنين وتشيل كلمة فردي وتحط اي رقم فردي مثلا تلاتة اتنين وتلاتة خمسة والخمسة ده عدد ايه فردي تمام فردي وفردي فردي تلاتة والفردي التاني مثلا تلاتة او ممكن تقول خمسة كده كده الناتج هيطلع نفس الكلام تلاتة وتلاتة ستة والستة دي عدد زوجي خلي بالك وانت بتختار سواء للاعداد الزوجي او الفردية ابعد عن الصفر والواحد اختار اي رقم تاني طيب كده تمام المضاعفات الانماط الانماط يعني حاجة بتحصل وكل شوية تتكرر والانماط عندنا نوعين يا اما نمط بيحصل في الاشكال يا اما نمط بيحصل في الارقام يعني النمط ده بتاع اشكال مربع معين دايرة خلي بالك راجعنا على الاشكال في كورس التأسيس راجع علي من الاول وكمل مربع معين دايرة وقال لك اكمل الانماط فانت هتعمل ايه هترسم مربع معين دايرة طيب مربع مسلس مربع مسلس يبقى هنكمل ايه مربع مسلس طيب مسلس معدول مسلس مقلوب دايرة مسلس معدول مسلس مقلوب دايرة يبقى هنكمل ايه مسلس معدول مسلس مقلوب دايرة طيب والارقام هنا عندي النمط 30 40 50 كل مرة بيزيد 10 جنيه يعني هنا بيزيد 10 وهنا بيزيد 10 يبقى الخمسين هتزيد 10 فهتبقى 60 والستين هتزيد 10 فهتبقى 70 طيب تعالى تاني التسعة بقت 12 انا كده كده عارف انها زادت فربنا وفقها فهيبقى هنا جمع طب انا مش زادت كام او الله بعد التسعة عشر احداشر اتناشر ثلاث صوابع يعني انا زادت 3 واللي 12 زادت كام او الله اللي 12 13 14 15 الله دي برضو زادت 3 والخمستاشر زادت كام او الله بعد الخمستاشر 16 17 18 يبقى احنا كل مرة بنزيد 3 يبقى بعد التمانتاشر 19 20 21 وبعد كده 22 23 24 20 طيب الثلاثين زادت بقت خمسة وتلاثين يبقى معنى كده ان احنا هنقول زائت خمسة طب الخمسة وتلاثين بقت اربعين برضو زادت خمسة واللي اربعين زادت برضو خمسة فبقت خمسة واربعين يبقى احنا هنكمل كل مرة زائت خمسة الخمسة واربعين لما تزيد خمسة هتبقى خمسين والخمسين لما تحط عليها خمسة جنيه هتبقى خمسة وخمسين طيب هل احنا بنزيد على طول يا ميس؟ لا احنا ممكن نقل عادي جدا يعني هنا التمانين بقت واحد وسبعين طالما قلت يبقى ناقص طب ناقص كام يا ميس ما انا معرفش هنمسك من الصغير نفضل نعد الحد الكبير خلي بالك انا بص هنا بس او والله الصغير واحد وسبعين بعد الواحد وسبعين اتنين وسبعين تلاثة وسبعين اربعة وسبعين خمسة وسبعين ستة وسبعين سبعة وسبعين تمانية وسبعين تسعة وسبعين تامانين يعني قلت تسعة طيب تعال بقى نحركها ونبص هنا بس ونبتدي نعد من الصغير لحد ما نوصل للكبير طب ليه يا ميس ما نعرف ان انا كده كده هقل لتسعة لا ما هم الشرط خلينا نتطمن على الاقل واحدة كمان عارف لو واحدة كمان قل لتسعة يبقى الباقي كله هيفضل يقل لتسعة هنعد من الصغير بعد اللي اتنين وستين تلاتة وستين اربعة وستين خمسة وستين ستة وستين سبعة وستين تمانية وستين تسعة وستين سبعين واحد وسبعين يبقى احنا قلينا تسعة برضو يبقى احنا كل مرة هنقل لتسعة لحد ما نوصل للتلاتة وخمسين محتاجة قل لتسعة فانا هاخدها في الهامش واتكلم معاها تلاتة وخمسين ناقص تسعة تلاتة ناقص تسعة ماينفعش خدنا الطرح بالاستلاف في الفيديو اللي فات لازم تتفرج عليه التلاتة هتروح للخمسة يا خمسة ممكن تديني واحد فالخمسة تبقى اربعة والواحد اللي احنا خدنا من الخمسة هيقف جنب التلاتة هتبقى تلاتتاشر ناقص تسعة بعد التسعة عشر احداشر اتناشر تلاتتاشر يبقى كده اربعة والاربعة هنا نزلت كده بقت اربعة واربعين هي كمان محتاجة قل لتسعة فانا هاخدها في الهامش زي ما هي كده واطرح منها تسعة اربعة ناقص تسعة ماينفعش هتميل على الاربعة اللي وراها هتاخد منها واحد تبقى تلاتة والواحد اللي اخدته ده اللي هو كأنه عشرة هيقف جنب الاربعة الاولانية فبقت اربعة تاشر هنبتدي نعد من الصغير بعد التسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتتاشر اربعة تاشر يبقى انا هحط خمسة والتلاتة هتنزل طيب تعالا كده نمشي ايدينا كده ونوصل كل نمط بالقاعدة بتاعته اللي اتنين وتلاتين بقت اربعة وعشرين يعني قلت قلت يعني ناقص نبتدي نمسك الجزء ده بس ونعد من الصغير بعد الاربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين يبقى احنا بنقل تمانية طيب السبعة بقت اربعة تاشر ربنا وفقها يعني زادت بعد السبعة اللي هو الصغير تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر يبقى زادت 7 يبقى القعدة هي زادت 7 الـ 15 بقت 12 يعني قلت يعني ناقص هنبتدي نعد من الصغير لحد ما نوصل لكبير بعد الـ 12 13 14 15 يبقى احنا كده قلينا 3 طيب الـ 12 بقت 18 ايه اللي جرالها؟ اوالله دي كده زادت بعد الـ 12 13 14 15 16 17 18 يعني زادت 6 يبقى القعدة هي زادت 6 طب ميس ما علش انتي قلت جملة وعدتيها كده من شوية قلت لي ممكن النمط ما يفضل في زي ما هو اه ممكن يبقى عندك أنماط أعداد بأكتر من قعدة زي ايه ميس طيب خلينا نجف يجي يقولك انشئ الأنماط التالية طبقا للقعدة المحدودة كما بالمثال انا مديك مثال زي كده وبقولك ان القعدة بتاعتك تزيد مرة 2 والمرة اللي بعدها تقل لواحد فاحنا 22 زدنا 2 بقينا 24 قال لنا 1 23 بعدين زدنا 2 تاني 25 بعدين قال لنا 1 24 يبقى احنا كده بنلعب بالقعدة هو اللي بيحدد لك القعدة دي هتكون ايه زي المثال الجاي كده بيقولك زيد 4 مرة والمرة اللي بعدها قل 2 فانا اللي 14 لما تزيد 4 بعد اللي 14 15 16 17 18 طيب ارجع بقى 2 اه ارجع 2 يعني 17 16 طيب خلصت يا ميس لا اكمل ارجع تاني زيد 4 بعد ال 16 17 18 19 20 طيب بعد كده قل 2 او الله هارجع لورا خطوتين قبل العشرين التسعتاشر وصلنا لل 18 يا ميس حلوة قوي تعالى تاني زيد 5 وقل 1 العشرين دي لو زادت 5 هتبقى كام 25 شيل من الخمسة وعشرين واحد 24 ارجع تاني زودها 5 بعد ال 24 25 26 27 29 29 طيب شيل منها 1 28 تمام كده حبيبي طيب خلصنا كده الانماط ودندخل بعدها على المصفوفة يعني ايه المصفوفة يا ميس يعني رسمة شبه دي بالزبط عندك فيها السطور اللي نايمة دي اسمها صفوف واللي واقفين دول اسمهم اعمدة طب انا يا ميس هعرف منين انها مصفوفة مفيش ولا حتة فيها فضية كل الحتة بعنيك كده بص عليهم مليانة السطور مليانة والاعمدة مليانة لكن انا لو جبتلك شكل زي كده وقلتلك قللي تفتكر دي مصفوفة ولا لأ هتقول لي لأ ولما اسألك ليه هتقول لي عشان هنا فيها واحدة فضية ما ينفعش تبقى مصفوفة وريني شطرتك بقى هتعرف تتعرف عليها ولا لأ لاحظ الاشكال الاتية ثم اضع علامة صح عند الكلمة المناسبة لو مصفوفة وكلهم كاملين هتعلم على مصفوفة لو في حاجة نقصة تبقى مجرد صور مع بعضها اول واحدة اوالله الصف اللي فوق كامل واللي تحت كامل تبقى مصفوفة تاني واحدة يقلوب بس تحس ان فيه هنا واحدة نقصة الصف بتاعها من تحت مش كامل ما بقتش مصفوفة بقت مجرد صور طب تعالى تاني شايف النجوم دي رأيك ايه لا والله يا ميز دا فيه حتة كأنها مقطوعة من هنا هتكون صور طيب بص كده اولله دا العمود كله كامل ما فيش واحدة فيهم في النص نقصة مثلا تبقى اسمها ايه مصفوفة ازاي نقدر بقى نكتب معادلات باستخدام المصفوفة انا لو جبتلك رسمة زي كده وقلتلك الصفوف بتاعتها كام الصفوف يعني السطور حبيبي يعني السطور كراستك بتبقى نايمة كم صف بيني وبينك كده كم صطر واحد اتنين تلاتة يبقى ثلاث صفوف الصف الواحد فيه كم شراب واحد اتنين تلاتة اربعة اتكررت كم مرات اتكررت تلات مرات يعني كأني بقولك اربع في السطر الاول واربع في السطر التاني واربع في السطر التالت يكونوا كده اتناشر طيب كم عمود واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة اعمدة والله العمود الواحد فيه كم العمود الواحد فيه تلاتة يبقى تلاتة وتلاتة 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 برضو اتناشر يبقى تجمع كده صح تجمع كده صح لانك بعد كده هتاخد الضرب طب المصفوفة دي اسمها ايه اه والله اسمها ايه اسمها بناخده من عدد الاعمدة وعدد الصفوف هعد كم صف عندي تلاتة فيه كم عمودة عندي اربعة يبقى احنا بنعد الصفوف الاول حلو كده طيب ولو جبتلك اسمك بالشكل ده وقلتلك الصفوف اللي هي بيني وبينك كم سطر هتقول لي سطرين طب لو قلتلك الاعمدة كم عمود واقف واحد اتنين تلاتة طب تعالى نجمع باستخدام الصفوف اه والله الصفوف ده الصف الواحد فيه تلاتة تلاتة وتلاتة ستة طب لو قلتلك اجمع باستخدام الاعمدة اه والله ده العمود الواحد فيه اتنين يبقى اتنين واثنين واثنين برضو ستة طب المصفوفة دي اسمها ايه؟ والله انا بعد الصفوف الاول الصفوف اللي عندي سطرين يبقى اتنين فيه تلاتة طيب بقول لك لون المربعات لتكوين مصفوفة طبقا للاسم المعطى انا هنا عندي اربعة فيه اتنين اللي اربعة دي هي اللي جات الاول يعني اربع صفوف في اتنين عمود فانا اربع صفوف هبتدي عد اربع سطور ادي سطر اللي نام عالكراسة ها؟ التاني التالت الرابع اتكرر كم عمود؟ عمودين انا كده كده رسمت عمود فهزود عمود تاني تاني تلاتة في تلاتة ادي سهلة ها؟ تلاتة يعني تلات صفوف متكررة كم مرة؟ متكررة تلات مرات انا رسم منهم مرة هزود مرة كمان ومرة كمان طيب اتنين في خمسة اتنين يعني صفين ادي سطر وسطر متكرر كم مرة؟ خمس مرات انا رسم منهم مرة ادي التانية ادي التالتة ادي الرابعة ادي الخمسة تمام كده؟ طيب صل كل مصفوفة مع اسمها هنا انا عندي ايه؟ اه والله دول سهلين اتن في اتنين اهي طب هنا ايه؟ والله الصفوف بتاعتي دول سطرين والسطرين عاملين كم عمود ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تبقى اتنين في خمسة طب دول كام؟ او الله كام سطر نايم واحد اتنين تلاتة كام عمود واقف؟ واحد اتنين تبقى اتنين تبقى اتنين في خمسة تلاتة في خمسة تبقى ثلاتة في ستة طيب كده خلصنا المصفوفات ندخل بقى على التقدير واستراتيجياته التقدير واستراتيجياته يمشي على الجمع ويمشي على الطرح انا ما عنديش غير استراتيجيتين اول استراتيجية تقدير العدد من خلال اول رقم على اليسار اللي احنا بنسميه اخر رقم يعني ايه ميس يعني لما جيب لك 65 هتمسك انت باخر رقم مش هتشوف غيره هتنزله زي ما هو وهتحطه قدامه صفر مكان الخمسة يعني ايه ميس يعني انا مش هبص على الخمسة خالص خالص ولا هتيجي جنبها مجرد انك تاخد الرقم الاخير زي هنا مثلا 8 زي ما هي انا ما ليش دعوة بالرقم اللي قبلي ما يخصنيش وما يهمنيش وهحطه قدامه صفر طب لو كان 49 هاخد الاربعة الاخيرة زي ما هي ما ليش دعوة بالتسعة خالص باخفيها وحط مكانها صفر كأني بقولك هات قيمة الرقم لاخر رقم عندك ولو قلتلك استخدم الاستراتيجية دي مع العدد 167 ولا كأني شايفة اي حاجة غير اخر رقم بس اخر رقم بس هو الواحد قدامه عددين ما يهمنيش في حاجة هحولهم لصفرين شكرا ولما اجا استخدم الاستراتيجية دي في الجمع واقولك 32 زائد 56 هتمسك اللي 32 بس هتبص للتلاتة تفطها وتحطه قدامها صفر زائد 56 بس هتبص للخمسة تفطها وتحطه قدامها صفر بقت كده 30 و50 80 شكرا خلصت خلي بالك حبيبي طيب تعال نستخدمها في الطرح 84 ناقص 37 بس هتمسك التمانية تكتبها وتحطه قدامها صفر ولا ببص على اللي قبل ولا يهمني ناقص هتاخد التلاتة الاخيرة تتكتب زي ما هي وتحطه قدامها صفر بقى كده 80 ناقص 30 و50 طيب وما لإيه للتراتيجيات الثانية؟ التقريب والتقريب ده بيبقى حسب الخانة المطلوبة يعني ايه نيس التقريب؟ خلينا أقول لك واحد عنده مشكلة محتاج فلوس بأي شكل وما يعرفش في الدنيا دي لشخص واحد ساكن جنبه فقال يروح يسأله يمكن يعرف يديله فلما راح سأله ممكن تسلفني فلوس والله لو الشخص ده معه فلوس هيديله لو معهوش مش هيقدر يديله طيب امتى أعرف ان الشخص ده معهوش فلوس؟ لو كان الرقم ده صفر واحد اتنين تلاتة أربعة بنسمي الأرقام دي الأرقام الفقيرة ولو كان الرقم ده خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى الرقم ده غني وهيقدر يديني طب أنا ميس هعمل ايه؟ لو قلت لك السبعة واربعين اعمل لها تقريب لأقرب عشرة فهو هنا حدد لك الخانة اللي هتمسكها خانة العشرات أو والله السبعة أحد والاربعة عشرات يبقى أنا همسك في الاربعة اللي هي العشرات بمجرد ما مسكتها عندها مشكلة فهتميل على جرها اللي جنبها اللي هو مين؟ السبعة يا سبعة هو أنت غنية تقدري تديني فلوس؟ آه والله ده أنا سبعة من صوابع إيدك التانية يعني غنية فالسبعة قررت تديني الأربعة واحد فبقت الأربعة خمسة ودور السبعة اختفى فبقت صفر تاني تلاتة واربعين عايزين نقربها الأقرب عشرة الأقرب عشرة يعني أنا همسك الخانة اللي مطلوبة مني اللي هي العشرات فأنا همسك الاربعة هتبص على اللي قبلها تلاتة والتلاتة دي كانت من الصوابع بتاعة الأرقام الفقيرة يعني التلاتة مش هتقدر تسلفني فالاربعة بترجع بتها زعلانة زي ما هي ودور التلاتة هيختفي هيتحول لصفر تاني خمسة وتسعين عايزين نقربها الأقرب عشرة فأنا همسك خانة العشرات اللي هي التسعة هتميل على جارتها اللي جنبها اللي هي الخمسة يا خمسة أنت من الأرقام الغنية ولا الفقيرة أنا من الأرقام الغنية يعني هتديني يا خمسة عناية فالتسعة لما تزيد واحد التسعة بس هتبقى عشرة ودور الخمسة لما هيختفي هتتحول الخمسة لصفر فبقى العدد بتاعنا مية تعالى تاني مديك ربع مية تلاتة وخمسين وعايزك تقربها الأقرب مائة والله التلاتة أحد والخمسة عشرات تبقى الأربع هي المئات هتمسك الأربع لأنه هو طالب منك تمسك المئات الأربع هتبص على الخمسة اللي قبل منها وتسألها يا خمسة أنت من الأرقام الغنية ولا الفقيرة أنا من الأرقام الغنية هتديني يعني يا خمسة عناية فالأربع ربنا هيوفقها وتبقى خمسة وهيختفي دور الأرقام اللي قدامها كلهم فهتبقى الخمسة تحولت لصفر والتلاتة هي كمان تحولت لصفر تاني مية ستة وعشرين عايزين نقربها الأقرب مائة الواحد يا ميس هيبص على اللي قبله اللي اتنين وهيسألها يا اتنين هو أنت من الأرقام الغنية ولا الفقيرة حددي موقفك يا ريت كنت تقدر والله أنا من الأرقام الفقيرة ما أقدر شديك فالواحد هيرجع بيته زي ما هو من غير ما يزيد أي حاجة وهيختفي دور اللي اتنين فهتبقى صفر وهيختفي دور الستة فهتبقى صفر طيب الستة مية خمسة وتسعين عايزين نقربها الأقرب مائة الستة لما هدوس على اللي قبلها التسعة التسعة من الأرقام الغنية هتدي الستة واحد فالستة ربنا هيكرمها وتبقى سبعة وهيختفي دور التسعة فهتبقى صفر وهيختفي دور الخمسة فهيبقى صفر طيب أقدر استخدم استراتيجية التقريب في الجمع وفي الطرح كمان تعال نشوف الجمع تلتمية وسبعين التلاتة هتبص على اللي قبلها السبعة السبعة من الأرقام الغنية هتزودها واحد فهتبقى التلاتة دي أربعة ويختفي دور السبعة ويختفي دور الصفر زائد الواحد هيبص للاتنين اللي اتنين من الأرقام الفقيرة فالاتنين مش هتقدر تديله فهيبقى الواحد زي ما هو وهيختفي دور الاتنين وهيختفي دور الصفر فبقت كده ربعمية زائد مية خمسمية طب التونمية وتسعين نقص متين وعشرة والله التمانية هتبص للتسعة هتزودها فهتبقى التمانية ربنا كرمها وتتحول لتسعة ويختفي دور التسعة ويختفي دور الصفر ناقص الاتنين هتبص على اللي قبلها الواحد مش هيزودها فهتنزل الاتنين زعلانة زي ما هي الواحد هيختفي دوره والصفر هيختفي دوره كده تسعمية ناقص متين صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر تسعة ناقص اتنين سبعة ويبقى احنا كده خلصنا فلما يجي لك سؤال ويقول لك أكمل أول حاجة عايزها الناتج الحقيقي خمسة وخمسة عشرة صفر ومعايا الواحد برضو خدنا الجمع بالإضافة أو بإعادة التسمية الفيديو اللي فات واحد واثنين ثلاثة واثنين خمسة واحد وثلاثة أربعة ده الجمع العادي طب افرد قال لك استخدم استراتيجية التأدير من خلال أول رقم من اليسار يعني آخر رقم في العدد اللي هو هنا الواحد الواحد هينزل زي ما هو أنا مليش دعوة بلا قبلي خالص ولا هيساعدوني ولا فقرة ولا أغنية آخر رقم بمسكه زي ما هو التقريب هو اللي لازم تبص قبله فأنا هنزل الواحد وهتختفي كل الأرقام اللي قدامه هتتحول في صفرين وبالنسبة للتلاتة هتنزل التلاتة زي ما هي أنا مليش دعوة وهيتحوله كل اللي قدامه لإيه؟ لصفرين كده بقت مية وتلتمية ربعمية لكن لو قال لك التقدير بالتقريب الواحد هيبص على اللي قبله اللي اتنين مش هتزودها فهينزل الواحد زي ما هو ويختفي دور الاتنين ويختفي دور الخمسة والتلاتة هتبص للاتنين مش هتزودها هتنزل التلاتة زي ما هي ويختفي دور الاتنين ويختفي دور الخمسة كده بقت مية وتلتمية ربعمية الله طب ما نفس الناتج يا ميس بالصدفة لكن لو بصت للمسألة الجاية هو هنا بيقولك اطرح وانا عايز الاول الناتج الحقيقي خمسة ناقص ثلاثة اتنين ثلاثة ناقص ثمانية ما تمشيش فالثلاثة هتروح للستة تقول لا سل فيني فالستة هتديها واحد فهتبقى خمسة والواحد ده هيتحط جنب الثلاثة هتبقى تلاتاشر ناقص ثمانية او الله بعد الثمانية تسع عشر احداشر اتنشر تلاتاشر يعني خمسة والخمسة ناقص ثلاثة عايزين نعمل تقدير باستخدام اول رقم من اليسار يعني اخر رقم في العدد الستة ملهاش فيه هتنزل زي ما هي وكل اللي قدامها صفار والاثنين ملهاش فيه هتنزل زي ما هي وكل اللي قدامها صفار بعد كده ستمية ناقص متين ربعمية لكن التقدير بالتقريب الستة هتبص على اللي قبلها لا التلاتة التلاتة مش هتزود الستة خالص عشان فقيرة فهتنزل الستة زي ما هي ويختفي دور التلاتة ويختفي دور الخمسة لكن اللي اتنين هنا هتبص على اللي قبلها التمانية والتمانية من الارقام الغنية هتدي اللي اتنين واحد هتبقى تلاتة ويختفي دور التمانية ويختفي دور التلاتة كده ستمية ناقص تلتمية يدينا تلتمية ده رقم وده رقم وده رقم لو تشبهوا رقمين فدي صدفة مش قاعدة وهنعممها على كل المسائل ماشي حبيبي كده يبقى خلصنا الجزء الرابع من كرسي التأسيس ما تنساش تشوف الأجزاء اللي فاتت وتستنى آخر جزء اللي هو الجزء الخامس هنتكلم فيه على الكثور وعلى الرسم البياني وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته